السلام عليكم ورحمة الله أحبابي وأصدقائي أبطال الصف الثالث الابتدائي معكم السيد سعيد بدوي ومعنا أول درس من دروس اللغة العربية في الترم الأول حي الأشجار حي الأشجار نبدأ على بركة الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا يذهب باسم وبسمة إلى المدرسة كل صباح باسم وبسمة يذهب إلى المدرسة كل صباح وفي الطريق يلاحظان عمال النظافة يجمعون القمامة وفي أثناء العودة تكون القمامة قد ملأت المكان مرة أخرى اجتمعت الأسرة في المساء وعرض باسم وبسمة المشكلة على الوالدين قالت الأم تراكم القمامة يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة وهي منظر قبيح يؤذي العين قال الأب هيا نفكر في حل لمشكلة القمامة في الحي قالت بسمة نوفر صناديق القمامة قالت الأم الصناديق موجودة ويجب وضع القمامة داخلها قال باسم نضع إعلانات ترشد الناس إلى وضع القمامة في الصناديق فكرت بسمة ثم قالت نزرع المكان بالأشجار فالناس لا يلقون القمامة في الأماكن المزروعة قالت الأم رأي جميل وحل مفيد لمشكلة القمامة يا بسمة وفي اليوم التالي اجتمعت الأسرة مع أهل الحي وتعاون الجميع لشراء الأشجار والنخيل لزراعتها وبعد أيام قليلة أصبح المكان نظيفا جميلا فرح أهل الحي بجمال المكان وعلقوا لافتة كتبوا عليها حي الأشجار هيا بنا أحبتي نراجع سويا بعض الكلمات ومعانيها ومضادها الكلمة يلاحظان معناها يراقبان أو يشاهدان القمامة معناها الكناسة الأوبئة معناها الأمراض الفتاكة قبيح معناها سيء سيء المنظر يؤذي يضر ترشد تهدي تعاون شارك وساهم لافتة إعلان هنا الكلمة ومضادها يعني عكسها يذهب وعكسها إيه يعود أو يرجع النظافة مضادها إيه القذارة ملأت مضادها أفرغت قبيح مضادها جميل داخلها مضادها خارجها مفيد مضادها ضار قليلة مضادها كثيرة جمال مضادها قبح هيا بنا نأخذ بعض المفردات والجمع لها المفرد المدرسة جمعها المدارس عامل جمعها عمال القمامة جمعها القمامات المكان جمعها الأماكن مرة جمعها مرات المشكلة جمعها المشكلات المرض جمعها الأمراض الوباء الجمع لها الأوبئة منظر جمعها مناظر العين جمعها العيون الحي جمعها الأحياء صندوق جمعها صناديق أهل جمعها أهالي لافتة جمعها لافتات يوم جمعها أيام الطريق جمعها الطرق هيا بنا أحبتي إلى الأسئلة والأجوبة أين يذهب باسم وبسمة كل صباح يذهب باسم وبسمة إلى المدرسة كل صباح ماذا يفعل عمال النظافة كل صباح؟ يجمع عمال النظافة القمامة كل صباح ماذا يلاحظ باسم وبسمة أثناء العودة؟ يلاحظ باسم وبسمة القمامة وقد ملأت المكان مرة أخرى متى عرض باسم وبسمة المشكلة على الوالدين؟ عندما اجتمعت الأسرة في المساء ما أضرار تراكم القمامة كما ذكرت القصة؟ قالت الأم تراكم القمامة سبب في انتشار الأمراض والأوبئة وهي منظر قبيح يؤذي العين ما اقتراح باسم لحل مشكلة تراكم القمامة؟ قال باسم نضع إعلانات ترشد الناس إلى وضع القمامة في الصناديق فيما فكرت بسمة لحل مشكلة القمامة؟ فكرت بسمة ثم قالت نزرع المكان بالأشجار لماذا فكرت بسمة في زراعة المكان بالأشجار؟ وما رأي الأم في الفكرة؟ لأن الناس لا يلقون القمامة في الأماكن المزروعة قالت الأم رأي جميل وحل مفيد لمشكلة القمامة يا بسمة مع من اجتمعت الأسرة ولماذا؟ اجتمعت الأسرة مع أهل الحي وتعاون الجميع لشراء الأشجار والنخيل لزراعتها سؤال العاشر كيف أصبح المكان بعد أيام قليلة؟ وما أثر المنظر على أهل الحي؟ أصبح المكان نظيفا جميلا فرح أهل الحي بجمال المكان ماذا علق أهل الحي؟ علقوا لافتة كتبوا عليها حي الأشجار علقوا لافتة كتبوا عليها حي الأشجار هيا بنا يا أصدقائي نأخذ مفهوما جديدا وهو خريطة المفردات أيه هو خريطة المفردات؟ بنجيب المعنى ونوع الكلمة والمضاد ونضعها في جملة لو جاب لكلمة زي كلمة يؤذي بنعمل إعشان نجيب خريطة المفردات بنجيب المعنى والمضاد والنوع إذا كان فعل أو اسم ونضع هذه الكلمة في جملة كلمة يؤذي معناها يضر مضادها ينفع نوعها فعل يؤذي فعل نضعها في جملة القمامة منظر قبيح يؤذي العين تعالوا بنا نأخذ كلمة أخرى كلمة يرشد معناها يهدي مضادها يضل معناها مضادها يضل نوعها فعل نوعها فعل لأنها لا تقبل الألف واللام طيب نضعها في جملة يرشد الوالد ولده إلى ما ينفعه يبقى لو جاب لي كلمة أو مفردة وقال لهات خريطة المفردات بنجيب المعنى والمضاد والنوع ونضعها في جملة عندنا أيضا تحليل الكلمات يعني إيه تحليل الكلمات؟ تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية إيه القاعدة عندنا؟ الحرف المتحرك لوحده مقطع الحرف الساكن وما قبله مقطع حرف المد وما قبله مقطع الحرف المشدد وما قبله أيضا مقطع هيا بنا نأخذ أمثلة حلل الكلمات التالية طريق ترشد مكتب طريق هنحللها إزاي؟ الحرف المتحرك أو ط وحرف المد وما قبله طريق هذه حرف المد الياء واللي قبله الراء مقطع والقاف مقطع ترشد ترشد الحرف الساكن وما قبله مقطع تر والحرف المتحرك مقطع شي والحرف المتحرك الأخير مقطع تمام؟ ترشدو مكتب مك الحرف الساكن وما قبله مقطع مك والحرف المتحرك مقطع تا والباء بن مقطع هناخد أيضا في الدرس هذا حروف الجر حروف الجر اللي هناخدها في هذا الدرس من إلى عن على في اقرأ ثم أجب الصناديق موجودة ويجب وضع القمامة داخلها نضع إعلانات ترشد الناس إلى وضع القمامة في الصناديق طيب تخير مما بين القوسين معنى ترشد 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 معناها تهدي معناها تهدي مضاد داخلها المضاد يعني العكس مضاد داخلها إيه خارجها نفهم مما سبق أن الصناديق غير إيه غير موجودة ولا غير كافية ولا غير مستخدمة نفهم من الحوار ده إن الصناديق غير مستخدمة لأنها موجودة تمام أكمل من وظيفة الإعلانات أنها ترشد الناس إلى أنها ترشد الناس من وظيفة الصناديق أننا نضع القمامة داخلها اقرأ ثم أكمل كالمثال جميل نبيل عليل جليل وهكذا القواعد والتراكيب اقرأ ولاحظ الكلمة الملونة عرض باسم وبسمة المشكلة على الوالدين على على ده إيه حرف جر على حرف جر والقواعد والتراكيب بتاعتنا في الدرس ده وهي حروف الجر علق الأهالي لافتة على المكان علق الأهالي لافتة على المكان على أيضا حرف جر تحدثت الأم عن أضرار القمامة عن أيضا حرف جر لافتة ترشد الناس إلى الصناديق إلى حرف جر هيا نفكر في حل لمشكلة القمامة في أيضا حرف جر اقرأ وتعلم من حروف الجر يعني بعض حروف الجر اللي عليك في هذا الدرس من إلى في عن على أكمل الجمل بحرف جر مناسب من الشكل المقابل عرض باسم الفكرة على الأسرة على الأسرة جلست الأسرة في ليلة من ليالي الشتاء في ليلة من ليالي الشتاء نضع القمامة في الصناديق يذهب باسم وبسمة إلى المدرسة النظافة تبعدنا عن عن الإصابة بالأمراض وفي نهاية هذا الدرس وهذا الفيديو أدعو لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد والفلاح ولا تنسوا أن تدعوا لنا بظهر الغي بدعوة صالحة ولا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو والتعليق على الفيديو وتعطيني رأيك مع عطيب تحياتي مستر سعيد بدوي